مرحبا بالجميع في قناة لا سينصر حيثني تعلم اللغة الفرنسية من البداية الى الاحتراف بيانفنواتوز الدرس اليوم سوف نرى فيه الحرف X X إذا سوف نرى الكتابات المختلفة هم 4 كتابات الكتابة الأولى والثالث مكتبين في ماجسكول الكتابة الكبيرة والكتابة الثانية والأخيرة الكتابة الصغيرة أو الحروف الصغيرة لكن هذا لا يوجد شيء في النطق X X X إذا هذا الحرف X سوف نسمع فيه بثافة الأصوات أو سوف نعطينا بثافة الأصوات اللي حسب الكلمة ونبدأوا بالصوت الأول اللي هو X X X مثلا أن 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 تا 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 كسي أن تاكسي إذا في هذا المثال كنشوفوا لالتر X مكتوبة من منسكول يعني الكتابة الصغيرة وكنسمعوا الصوت كس تاكسي كس تاكسي هي سيارة وأجرة الكلمة الثانية L A LA LA B O BO LA BO X LA BOX LA BOX LA BOX إذن احنا أيضا كنشوفوا لالتر X وكنسمعوا الصوت X LA BOX والكلمة الأخيرة هي EXCUSE MOA EXCUSE MOA EXCUSE MOA هي مثلا عضرا أو سامحني EXCUSE MOA EXCUSE MOA إذن احنا أيضا عدنا لالتر X وكنسمعوا X تاكسي LA BOX EXCUSE MOA ساو التاني اللي غادي نسمعوه هو GZ GZ إذن احنا عدنا لالتر J مع Z اللي غادي عدونا GZ GZ مثلا AN EXAMPLE AN EXAMPLE فإن احنا درنا الليازان entre la consonne N et la VOYEL E بيش نسمعو ني AN NE NE EXAMPLE EXAMPLE AN EXAMPLE إذن احنا X كسا تنا الصوت GZ AN EXAMPLE هو مثل والكلمة التانية هي AN AN غادي نديرو هنا يعاو ساني الليازان entre la consonne N et la VOYEL E بيش نسمعو ني AN NE XER 6 AN EXERCIS AN EXERCIS التمرين إذن في AN EXAMPLE و AN EXERCIS الصوت مختلف على الصوت اللي شاهدنا في الأول إذن في الأمثلة نسمعو X إنما في الأمثلة الليولة نسمعو X AN EXAMPLE AN EXERCIS AN TACSI LA BOX EXCUSE ME نتمنى أن الفرق يبليكم واضح وحاولوا تعودوا معي الكلمات باش تنطقوهم بطريقة صحيحة الصوت الثالث اللي سنسمعو هو S S مثلا سيس سيس إذن هنا لدينا اللاتر X وتنطقو أو تعطينا الصوت سيس يعني ستة سيس سيس والكلمة الثانية هي ديس ديس عشرة سيس ديس إذن هنا X تعطينا الصوت سيس ديس نمرو الآن الصوت الأخير اللي هو ز ز مثلا سيزيام سيزيام إذن هنا سيس يعني ستة والسيزيام يعني السادس سيزيام إذن كيفما تلاحظوا الصوت أو الحرف X يعطينا الصوت ز سيزيام X تنطقوك حرف Z في اللغة الفرنسية والكلمة الثانية هي ديس يام ديس عشرة وديزيام تعني العاشر إذن هنا ديزيام الحرف X يعطينا الصوت ز سيزيام ديزيام نمرو الآن الحالة الأخيرة اللي غالبا غالبا منك تكون X في آخر الكلمة لا تنطق نخلو بعض الأمثلة إذن هنا نشوف X لكن لا نسموه بالأدن إذن X لي مياد في هذه الحالات مثلا د د إثنان د إذن هنا نشوف X لكن لا تنطق د كامل د شوف 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 هو شعر هنا هنا مكتوب X و الكلمة الآخيرة هي باتو بآ 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 تنطق كحرف او 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 باتو او باتو او باتو نضيف لهم X على فن وكتكون لا تنطق X على 100 في هذه الأمثلة دائما لا نضيفها في الجمع ايضا فلا يتخذوا وما زال بزاف دي الأمثلة نتمنى انكم تديروا واحد البحث صغير في جوجل باش تمكنوا او لا تشوفوا الكلمات اللي فيهم وكيفاش كتنطقوا وتحاولوا تقرأهم بطريقة صحيحة ولكن عندكم اي سؤال خليوا في التعليقات اذا نعود قراءة هالكلمات اذا في هذا الفيديو شفنا الكتابات ديالها الكتابة استغيرة والكبيرة شفنا ايضا اول صوت اللي هو X مثلا تاكسي لابوكس اكسكوزموا حاولوا تعودوا معي الصوت الثاني هو X مثلا مثلا الصوت الثالث هو S مثلا سيس وديس والصوت الاخير هو سيزيام مثل Z إذا الصوت هو Z سيزيام وديزيام وهنا بعض الكلمات اللي وخفيهم X فلا نسموها مثلا وده شفو و باتو باتو فكا هذا هو الدرس دياليوم تمنى انكم تكونوا فهمتم مزيان إذا كان لديكم اي سؤال خليب لي في التعليقات لا تنسوش تنضموا الباج والغروب فيسبوك اللي دخل بهم في حل اسم القناة لسيونس الحصة الرابط سيكون في صندوق الوصف ونخلي لكم في صفحات طريقة الصحيحة لكتابة الحرف X باش هكا تقدروا تخرجوا الورقة وتتمرنوا الكتابة هذا الحرف او لجميع الحرف تتمرنوا لهم في المنزل باش تكتبوهم بطريقة الصحيحة طبعا شكرا لكم ونطلقوا في الفيديو الجديد ان شاء الله إلى اللقاء